أهلاً بجمهور إلى أهل خط أحمر اللي احنا وصقين أنه هو صهران ومستنينا عشان نواده أن احنا هنقدم حلقة قوية جداً يا عسى ما أهلاً بي أهلاً بيك يا فارس وأهلاً بجماهير النادي الأهلي في كل مكان وبالتأكيد أهلاً بجماهير أهل خط أحمر اللي بالتأكيد فعلاً عارفين أنتم مستنييننا وإن شاء الله نقدم لكم حاجة متميزة حاجة على طريقة بطولة الدوري المرتبط لكرة السالة إن شاء الله في العالم كله القعدة أن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد ولكن في النادي الأهلي الوضع استثنائي القديم كابتن محمود الخطيب وسط مجموعة من نجوم العالم رئيس الاتحاد الدولي أمفانتينو كريستيا رونالدو بيكيه كاسياس ومجموعة من النجوم في حفل أقيم في برج خليفة البرج الأعلى في العالم والبرج الأكثر ارتفاعاً بنتوج بجائزة غالية جداً بيستلمها الأسطورة كابتن محمود الخطيب كتتويج لمجهودات النادي الأهلي على مدار 20 سنة عشان ننتقل لأبراج النادي الأهلي هنا في مصر وهي بتحقق بطولة غالية جداً الأهم فيها يا أسامة كان المجهود والإصرار وقيمة وروح النادي الأهلي اللي بقت سمة غالبة على كل الفرق وده جاي نتاج تدعمات وشغل اتعامل مع الفرق دي في مختلف ألعاب الصلاة عشان الجمهور يكون راضي وسعيد وطلبات جمهور النادي الأهلي أوامر والأهم يا فارس طبعاً بنشيد بمجلس دارة النادي الأهلي كله على رأسهم الكابتن محمود الخطيب اللي خلاني أعرف أجاوب على سؤال بنتي لما كانت بتشوف بعض الناس اللي بتخرجوا عن النص بتحق بعض الانتصارات فبتقول لي ومش المفروض الخير دايماً هو اللي بينتصر سنة 2020 بتقول لنا في نهايتها لا يصح إلا الصحيح النادي الأهلي بيتوى قرة قدم دور الأبطال ودوري وكاس مصر النادي الأهلي النهاردة في قرة السلة بعد حرب من وجهة نظري مع اتحاد قرة السلة اللي حاول أنه يسني النادي الأهلي أو يبعد رجال النادي الأهلي عن منصة التتويج النهاردة رجال قرة السلة بالنادي الأهلي حسموا الموقف وحسموا البطولة عشان بطولة 2020 تكون نتاج لكل مجهودات لعبي السلة نتاج لمجلس الإدارة هدية لجمهير النادي الأهلي اللي هي مش بتقبل غير رقم واحد في كل الألعاب مبروك البطولة الستة دي فارس لدوري المرتبط وأعتقد سنة 2020 بتدي الجمهير النادي الأهلي والشاوة بتبتسل معانك يا أحمد والأهم من كلامك كمان حاخد حتة مهمة جدا أن كابتن محمود الخطيف في الوقت اللي كان عندنا فيه ملفات محتاجة شغل مختلف كان بيتكلم مع الجمهور أن ده هيحصل ما كناش بنتكلم أن الوضع مثالي في كل الألعاب وده اللي حصل بتشتغل عشان تحقق أهدافك